أعلنت إيطاليا تسجيل واحد أو إحدى وعشرين وفاة وستة ألاف وخمسمائة وستة وتسعين إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأربع والعشرين الساعة الأخيرة ما يعد ارتفاعا كبيرا بعدد الإصابات هذا وتتأهب سلطات الإيطالية لفرض إلزامية الشهادة الصحية لدخول المسارح والمعارض ودور السينما والصلاة الرياضية المغلقة والملاعب والبحث الداخلية للمطاعم اعتبارا من اليوم ما بين الرفض والقبول تسير الأمور في أوروبا حول جواز سفر كورونا فمع فرض عدد كبير من دول أوروبا جواز السفر الأخضر على سكانها لمنع تفشي فيروس كوفيد-19 اندلعت الكثير من الاحتجاجات في عدد من دول الاتحاد لرفض ذلك الإجراء ففي عدد من مدن إيطاليا خرج ألاف الأشخاص إلى الشوارع في أكبر احتجاجات ضد جواز السفر الصحي في البلاد حيث قررت حكومة ماريو دراجي فرض استخدام جواز سفر كورونا لدخول الأماكن المغلقة من المطاعم والحنات وصلاة الألعاب الرياضية البعض يرى أنها بذلك تعاقب الذين لم يتلقوا تطعيم ضد كورونا قرار الحكومة الإيطالية الذي أثار جدلا في المجتمع أدى إلى التأثير الفوري المطلوب فازداد عدد الراغبين في تلقي لقاح كورونا وخاصة بين الشباب بشكل ملحوظ المظاهرات التي عكست الأجواء الفوضوية ليست في إيطاليا فحسب بل تظاهر الألاف في فرنسا في احتجاج جماهيري ضد شهادة التطعيم في أسبانيا والتي تؤيد حصول المواطنين على جواز سفر كورونا فقد حصل أكثر من مليون شخص على جواز السفر الأخضر في البلاد خاصة في العاصمة مدريد المملكة المتحدة بدورها تدرس في الوقت الراهن اشتراط إبراز الشخص ما يثبت حصوله على التطعيم للدخول إلى الملاه الليلية وأماكن أخرى تتجمع فيها حشود كبيرة من الأشخاص جواز سفر اللقاح يسري في الاتحاد الأوروبي في جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة فضلا عن سويسرا وأيزلندا والنرويج ولغتنشتاين على الرغم من حقيقة أن جواز السفر يحظى بتأييد غالبية السكان في أوروبا وفقا لاستطلاعات الرأي إلا أن هناك جدلا حول هذا الإجراء